شباب عملين ايه وحشيني جدا لايف بقلو كتير قوي ما عملتش لايف من بدر يعني الصورة كي هتعدل التاني ايه زي الفل شايف انا عملين ايه اخباركو ايه النهاردة هكلمكو طبعا في موضوع ازاي تربح الف دولار في اليوم بس حابب قبل ما اتكلم انا هخش في الموضوع على طول معنا ستة و تلاتين واحد اتمنى ان كل الناس اللي كانت عاملة الكومنت تدخل دلوقتي ايه في اللايف طيب بصلا اتكلم بالبلدي بقى وبطبيعتي الواحد دي حاول كل مرة ينقل الفاظ كده واسحس الموضوع فيك زيادة عن اللزوم فخلوني بطبيعتي بقى وبرحتنا كده على الهادي طيب انا عندي تعليق قبل ما اتكلم عن موضوع زي ان انت تقدر تكسب الف دولار في اليوم من الانترنت تمام الحلقة دي مش فيك الحلقة دي تاني مش فيك عشان في ناس في الكومنت بتعلق تعليقات والله اكسم بالله بايخة بايخة بتايق الواحد انا مابخدش منك جنيعة عشان يعني عشان اطلع لك في فيديو واقول لك على كيس استادي او اي حاجة احنا اشتغلناها او انا اشتغلتها شخصيا فلما اقول لك انا اطالع انا اطالع مش مش محتاج حاجة يعني مش مش هاخد منك فيوز اعمل بها حاجة ولا في الاخر احط فلوس في جيبي بالعكس يعني انت بتاخد من وقتي فلما تاخد عصام حبيب الله ينور عليك منور طيبة يونان يونان ماشي تمام كده يونان فانا لما اطلع وكلمك في كيس استادي زي دي ملاقيش واحد انا اسف طالع يضحك ويقول لي الهبد هو جروب الماركتير العربية يا جماعة فيه هبد هو انتو شفت الجروب انا نفسي حد يرد عليها دلوقتي فيه حد في الجروب هنا بيهبد او احنا بنسمح بالكلام ده بالعكس ده احنا يعني عايز اقول لكم ان احنا كادارة للجروب احنا بننقل الناس اللي بتدخل على الجروب ما بندخلش اي حد ومش اي بوستات بتتنشر الا لما يكون حد فعلا قوي لانه يفيد الناس احنا محتاجين حد يفيد الناس مش محتاجين حد يرد وخلاص ومش محتاجين الجروب ده يكون في مليون واحد بالعكس فانا لما اطلع اقول لك انا هقول لك على كذا ما ينجيش معنا اسف واحد لسه ابن مبارح يقول لي الهبد والجروب يعني غلط خلينا نتكلم باسلوب مع بعض كويس ده عيب خطير عندنا دلوقتي ان اي حد بيرغف اي حاجة والالفاظ بقت مش لطيفة تعال بقى انا هقول لك في اخر الفيديو ده انا هقول لك خليك معايا لان انا هتكلم عن شو عائد حاجات دلوقتي الناس كلها بتضيع بسببها كل الناس اللي بتشتغل على الانترنت بتضيع بسببها وكل الحاجات اللي بتجيلي على المسجات وبتيجي لغيري من الاسادزة الكبار اللي موجودين على الجروب اكيد عارفين انا باتكلم في ايه النهاردة هقول لكم ان شاء الله في النهاية الفيديو على استراتيجي ازاي بورا وقلم ازاي ان انت تقدر تكسب الف دولار ويعني ايه تقدر تكسب الف دولار اصلا هفاهمها لك بالراحة تمام بس خلينا اتكلم الاول عن الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب حلو مبدئين كده هتيجي تلاقي واحد طالعلك يقول لك خمسمائة دولار عن طريق التليفون اربح الف دولار عن طريق مش عارف ايه الكلام ده قوله ازاي انا شفت الفيديوهات مفهومش طريقة واحدة تنفع ماينفعش واحد يجي يقول لي انت راجل ماركتير دلوقتي وراجل متعلم وبتفهم المفروض تفكر يا جماعة احنا الناس ابتدت يعني انا اسف احنا دلوقتي الجيل اللي موجود ده كله اقسم باللمش هين عليه حتى يفكر والله ما بيفكر انا اسف محترامي ريكو كلكم افهموا الحتة دي فكر ايه مين بيقولك ايه وهتتعمل ازاي لما اطلع دلوقتي اقولك انت عن طريق التليفون هكسبك خمسمائة دولار تمام قول لي ليه قول لي ليه قول لي هتكسبهم لي ازاي ما جيش واحدة لقيه بيقول لي نزل الابليكيشن لبلوجر تمام واعمل بلوج واكتب عليها مقالات حصرية وفي الاخر هتكسب خمسمائة دولار طب تعال بقى انا اسألك سؤال وانت مردتوش ومقلتش وقال لك سر ومسر وحاجات فظيعة وتحس ان العنوان مكسر الدنيا انا خلي بالك انا بتكلم على الناس اللي بتعمل كده انا في اخر الفيديو ده هقولك على الاستراتيج اللي ازاي تقدر تكسب بها فعلا في اليوم لو انت راجل عايز تكسب من الانترنت هقولك ازاي تقدر تكسب الف دولار في اليوم وفي ناس بتحقق اكتر من كده اقسم بالله بكتير تمام بس انا ماينفعش حد اكون راجل كبير ومتعلم ويجي واحد يقول لي افتح تليفونك ونزل بلوجر واعمل منها مقالات حصرية واكسب يا عم ده في مواقع كتيرة متفنتشات قوية جدا ومتصدرة جدا ما بتعرفش تجيب 500 دولار في الشهر من ادسنس فانت منين منين لا قلت ازاي عملت السين بتاع بلوجر ولا قلت ازاي هكتب في ازاي ولا في ايه ولا اي حاجة هو قالك اطلع يكتب وكتب وخلاص واتسنس هتيجي بعد كم يوم واربح وخش واطلع فين يا عم فين انت متصدر في مين ودخل في ايه وانا دلوقتي اي موقع هيطلع انت عارف فيه كم موقع الانترنت اصلا عشان واحد يطلع يقول الكلام ده يا جماعة فكروا وما ينفعش حد يجي يقول لي انا اسف يقول لي يعني الناس برضو فيه حاجات بالدائل ومن دول وما ينفعش واحد يجي يقول لك نصحتك ايه وريكورد ريكورد ليه عايز الريكورد مني ليه يعني انت عايز مني ريكورد ليه في ايه هتاخد صوتي في ايه يا جماعة احنا ما تعمل ريسيرش في يوتيوب واحنا مش هنخترع العجلة ما فيش حاجة اسمها اخترع العجلة وعمرك ما هتنجح الا ما تجرب لان ما فيش واحد هيطلع يقول لك اعمل واحد اتلاتة زي ما انا ما بعمل ما فيش واحد هيجي يقول لك انا بحط الجنف جيبي ازاي مش هينفع مش هقولها لك ما فيش حد كده بس انت عندك دماغ ومخ قعد اعمل ريسيرش وشوف دي ماشي ازاي ودي بتيجي ازاي ودي بتاعمل ازاي وفي الاخر ربنا هيوفقك وفي الاخر هقول لك هتخسر وهتكسد هتخسر وهتكسد يبقى خلني انا اتفق على حاجة انا ازعل جدا معلش الموضوع بقى النهاردة ايه يعني انا هاجل الموضوع ده في الفيديو مش مش عايز اطاول عليكو كتير بس انا ازعلان حاجات كتيرة بتحصل لنا وعشان كده احنا هنفضل وراه وراه لما اجا لاقي الناس كلها بتسأل حتى على الجروب وبتسألنا انا شخصيا نفس السؤال هو هو يا عم اعمل ريسيرش وشوف هتلاقي مليون الف اجابة موجودة موجودة على الجروب وناس كبيرة افاضل وناس تقيلة تقيلة اقسم بالله بترد وبتقول فانت ليه ما بتستغلش ده يعني ما بتستغلش الكلام ده لازم تعمل ريسيرش شوف غيرك الاول سأل في ايه وشوف الناس ردت عليه قالت له ايه وبعدين لو ملاقيتش سؤال لو ملاقيتش اجابة واضحة لك اسأل مش تلاقي نفس السؤال نفس السؤال موجود غلط الناس اللي محتاجة نصايح يا عم النصيح فوق دماغي الواحد بنعمل اكتر والله اكسم بالله بنعمل يعني ما بنلاقيش وقت يا احمد يا ساعدة انا مش عصبي ولا حاجة ولاحظت كده من كذا موقف ماشي الموضوع ان انا عايز نفسي يصعب علي يصعب علي لما انت يكون عندك قنوات تقنية كتير بتتكلم وللأسف تيجي تلاقي واحد انت بتطلع بتقول معلومة كويسة وتيجي تلاقي واحد يابي التاريق يا واحد يمش عارف اصلا يفهم حاجة وعنك انت اقيل كل حاجة بالتفصيل احمد يا ساعدة انا مش عصبي والله خالص انا بس متحمس شوية ومتدايق يعني فيه متدايق لان انا كنت بتكلم المفروض ان احنا جروب محترم والناس اللي في كلها محترمة ما ينفعش لما واحد يكتب كومنت اه اسف او يكتب بوست يقول انا هقولك على طريقة الربح من الانترنت بكذا يطلع واحد يقولك الهاب دو ومش عارف مش الهاب عيب عيب انت هنا في الجروب ليه انت هنا في الجروب ليه واحنا بناخد منك فلوس عشان انت في الجروب انت هنا في الجروب عشان تشوف والله الكلام لو مناسب ليك كمل مش مناسب ليك والناس اللي موجودة دي بتهري انت لك حق الاختيار رطلع بره الجروب او شوف اي حاجة تاني ما علينا خلينا خش بقى في الموضوع مرة واحدة كده اولا عشان تكسب من الانترنت ده موضوع مش سهل يعني مش 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 زي ما انت متخيل كده ان انت في يوم هتكسب و هتبقى ملياردير و ده للأسف اللي الناس كتير بتغلط فيه ان هي بتروح وراء ده بيسموه يروح وراء الوقت طب يا عم شوف الخطوات ايه يعني شوف انت هتكتدي ازاي و هتدرس ايه و محتاج ايه من مقاومات وطولز و ادوات عندك عشان تقدر تستخدمها و تكسب تمام طب دلوقتي كل اللي موجود عن طريق الانترنت خلينا نتكلم في اهم تلت حاجات عن طريق الانترنت هنتكلم في الافلييت هو ده و الدروب شيبنج و الناس اللي بتشتغل على ادسنس و الناس اللي بتشتغل سي بي ايه دول تقريبا اكتر اربع حاجات فعلية بتكسب عن طريق الانترنت و بتسمى بزنس حقيقا اهم غير دلوقتي للكو لا نستطيع التحدث و لا على هذه الحالة طبعا و انتكلم في ٧ ٧ شيبو ايво ما ومشوب التفاصيل لها اساساتتها و لكن لها الناس المختصين فيها لكن انت عشان تكسب Manifhalic بجد من الانترنت ولكن لاتقاش ت Rule ل ايه ورجاء تأخذ حاجات ما لو كانت بحاجات معينة و مسحاعدت المشاعدك من المعلومات محتاج موقع محتاج تشتغل عليه اسي او محتاج تهيئ الموقع اصلا محتاج تفهم يعني ايه هتشتغل على النسكريبت على ورد بريس اسهلك ولا على بلوجر ولا 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 محتاج تدرس شوي محتاج تدرس لكن مش هتيجي من عن طريق التليفون تعمل كده تمام فانا هقول لك الطرق السيدة في مصر الناس بتيجي تعمل ايه وهقول لك هما بيعلموك ايه يعني ايه هقول لك هما بيعلموك ايه والناس المحترفة بتعمل ايه عشان محدش يزعر مني بس الوجه اللي هو الوجه طيب انت دلوقتي لو عايز تكسب فلوس حقيقي بجد اسحل حاجة بتعملها ايه في مصر تشتغل يا اما على سوق يا اما على جوميا ودلوقتي نون صح معي يا جماعة حد معي ولا ايه انا عايز كومنس عايز حدي يسألني تمام فتشتغل على الحاجات دي اما بتشتغل على ادسنس ادسنس ده نوعين يا اما بتشتغل على المحتوى بالأدسنس العادي على المحتوى الانجليش او العربي يا اما بتشتغل ادسنس عربيتراج وقتراج ده اللي هو انت بتبقى فيه ما بتعتمدش على الاسي او بس انت بتعمل كمبينز بتشتري بتشتري ترافيك وتبيعوا تمام بتشتري ترافيك وتبيعه فالرجل اللي قالك انت هتكسب من الموبايل خمسمائة دولار انت لازم يبقى عندك موقع في نيتش معين انت بتفهم فيه وبتكتب فيه مقالات ومتركب عليه ادسنس وموجه المحتوى ده لجمهور معين له اهتمامات معينة فبالتالي ادسنس بيختارك موقع لأسوريتي معين عند الناس فبالتالي بيحط عندك الاعلانات لان خلي بالك ادسنس بتختاري الاعلانات وبتختار المواقع بونا انا على كده انت موقع قوي بيقدم كونتنت قوي ولا موقع اي كلام بيقدم اي حاجة فبيحط عندك اعلانات مش مستهدفة معايا بس انا النهاردة بقى هكلمك عن طريقة انت فعلا تقدر تكسب منها الف دولار في اليوم في العادي الناس اللي بتقولك على اليوتيوب الناس اللي بتقولك على اليوتيوب انت هتكسب من سوق وجمية هما بتكلموش معاك الا في حاجة واحدة بس ما بتكلمش معاك الا ان انت تفتح صفحة على الفيسبوك بتستهدف فيها منتجات معينة وبتعمل اعلانات عن طريق المنتجات دي تمام على الفيسبوك وبتبعت وبتشتغل بها عن طريق سوق او جميع وفي النهاية وهقولها وحد لو انا كدبي يقولي الكلام ده يقولي كده في الكومتز وفي النهاية حضرتك بتشتغل اللي جل بتروح ترد على الناس في الرسائل وانت اللي بتفتح الحسابات وبتتعمل وبتشتري المنتجات وفي النهاية حسابك بتقفل حصل ولا ما حصلش انا عايز واحد من سوق هنا بيرد بيشتغل فيسبوك بيشتغل عليها فيسبوك يرد علي يقولي بتكسب اه بيكسب بس ما بتوصلش للمكاسب الكبيرة ما بتوصلش للمكاسب الكبيرة انا هدف النهاردة جماعة اقول لكم ان الربح من الانترنت او انت عشان تكسب فلوس وانت قاعد في بيتك وبتشتغل على الانترنت انت هتتكلف كتير قوي عشان تكسب كتير برضو يعني انا ابقى ساحر وابقى دلوقتي حالا اقول علي اللي انت عايز تقوله لو انا قلتلك ان انت هتكسب الف دولار ببلاش ببلاش مفيش حاجة ببلاش مفيش حاجة ببلاش انا زعلان يحمد يحمد انا زعلان ليه ومتعصب ليه او انت فشايفني متعصب بس انا مش متعصب بالعكس انا يعني قلال جدا لما بتعصب بس محموب لما اجي اكون بقولك معلومة ولقيت مستهتر في ردك هبد ومش هبد ويتقالعج جروب حاجة زي كده ما ينفعش ما بانا ما يصحش لو حد عارف ان انا بهبط يقول يقول في الكم لو حد عارف ان في حد على الجروب عندنا هنا بهبط يقول طيب لا الافليت بقى بتاع سوق يا هشام يا عثمان هيسم عثمان اسف لا موجزي وهقولك تكسب منه زي طيب من الاخر عشان ما طولش عليك عشان ما طولش عليك انا قلتلكو على اربع طرق هي دي اللي بفعلا تقدر تكسب منها عن طريق الانترنت يعني دروب شبنج تمام يا اما افليت يا اما اكسنس اربتراج يا اما سي بي اي وحط تحت دول فروع كتير جدا حط تحت دول فروع كتير جدا الناس بتشتغل عليها بس انا هاجي بقى للمكسب العادي اللي هو انا كراجل مبتدئ مبتدئ اقدر حقق في مكسب كويس بطريقة سهلة هقولك تعملي عندك طريقتين اسمع مني دلوقتي الطريقتين دولت وكتب فورا وقال ودي حقيقة وعلى فكرة بعد ما اخلص الفيديو هقولك على حاجة تثبت لك كلامي طيب اول طريقة وحضرتك كتير قوي من الناس المبتدئة المبتدئة ما تعرفهاش ان انت عشان تكسب من سوق لازم تشتغل ترافك من جوجل لازم تشتغل ترافك من جوجل حضرتك فهقولك تعمل ايه حضرتك هتشتغل ليجل جدا ماينفعش ان انا ماينفعش ان انا افتح صفحة فيسبوك بشتغل لسوق وافضل افتح في حسابات للناس كلها من كمبيوتر واحد ويبتع سوق دول نايمين في البطيخ ماينفعش حسابك هتقفل وهتخش مقفهرتك مع ناس كتير وهدك كبير قوي انت ده عايز ايه ومرتجع ومش مرتجع لا 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 حبيبي بص بقى انت هتعمل حاجة حلوة قوي وده حل من اثنين حل من اثنين لو اخراج ما بتفهمش في الاسيو ومعندكش استعداد تشتغل تكنيكل هتعمل حاجة واحدة بس ان انت هتروح لواحد ديفيلبر هتروح لواحد ديفيلبر وهتقول له لو سمحت انا عايز لاندينج بيج الاندينج بيج دي هتبقى صفحة محطوط فيها بشكل كويس تصميم كويس للمنتجات اللي موجودة في سوق وهيبقى فيها تاب الصفحة دي فيها تاب وهتبقى دلوقتي المصر بس لو عايز تشتغل امازون تشتغله بقى امارات وغيره هيبقى حسابك هتفتحه امازون خلاص والطريقة دي شغالة وهي دي اللي هتكسبك فلوس هتعمل ايه هتعمل الاندينج بيج دي وهتزبطها برضو لو قدرت الاي سيو بتاعها وكده وهتاخد من من سوق لينك الافليات وهتحطه على الصفحة هتروح حضرتك لجوجل ادورد تمام وهتعمل كامبين بالصفحة دي باللاندينج بيج دي الاندينج بيج دي حضرتك هتبقى على ايه على حاجة من اتنين يا اما هتبقى بدمين مدفوع حضرتك هتجيب انا عايز اقرأ الرسالة بتاعتك يا احمد استنى سويا ان ايه ان اصدادنا ده بساوي اللي بنشوف هو انت بنفسك وقلت على الناس اللي عليهم يوتوب بس انتراب المحترام طيب الله يخليه جي احمد بس هو هنا في الجروب والله ما عندنا هبط يعني الناس كلها اللي بتطلع ناس يعني تتمنى كده ان انت تقابلها والناس دي اصلا والله اقسم بالله مفاضي عشان تطلع طويل الكلام ده بيشكره ويتشاله فوق الدماغين طيب خلينا نخش في الموضوع عشان ما ايه ما انتهش من بعض حرارك هتروح تشتري دومين الدومين ده هتكون بتشتريه على حاجة ليها علاقة بالشوبينج او الاوفرز او البست اوفرز تمام او هتعمله على بلوجر ببلوجسبوت.com تمام بس ده ما بيبقاش قوي انا بس انت لو عايز تشتغل بزنس وعايز تكسب كتير هتشتري الدومين اول ما حرارك هتشتري الدومين هتركب عليه الاندينج بيج تمام وطرق الاندينج بيج موجودة بالهبل تقدر تعرفها بالهبل موجودة على الانترنت لو ما قدرتش خلص وملكش في الكلام ده هتروح تعمل عند واحد ديفلوبر كويس هعملها لك او انت في برامج كتير بتعمل وحاجات كتير بتعمل ادوات كتير بتعمل الكلام بعد ما حركت عملها هتروح لجوجل ادورد تاخد الويب سايت بتاعك تفهم يعني ايه جوجل ادورد او جوجل ادز تعمل الاعلانات بتاعته وهتروح تنسيك حاجة اسمها كده بلو فيندر ده اداة من اقوى الادوات اللي انت ممكن تدور فيها على الكلمات الكي وورد الكلمات الدلالية هتطلع كل الكلمات الدلالية اللي لها علاقة بسوق هتطلع كل الكلمات الدلالية اللي لها علاقة بسوق او جوميا او نون تمام ده لو انت مش عايز تعمل ده اسهل طريقه وحضرتك بعد ما تاخد الكلمات الرئيسية ده ابعد ابعد تماما عن جوجل اللي هو الكي وورد بلانر بقول لك خد الكلمات دي من كي دا بلو فيندر هتاخد مجموعة الكلمات دي وهتحطها ككلمات مستهدفة للاعلام بتاعك في السوق المصري لان سوق هتشتغل عليه هنا في مصر هتشتغل امازون اطلع برا على الامارات وانت قاعد في مصر وهي بقى كويس بعد ما حضرتك هتاخد الكلمات دي هتعملها بالعرب يا هو مقربة مش تقريبية تمة ليه تمة عشان حضرتك بعد ما تهلكش فلوس كتير لو انت مش محترف في اعلانات جوجل اد فخلي المقربة المطابقة بتاعت الكلمة بقولها لك بالعرب يا هي تبقى مطابقة تمة كل الكلمات اللي ليها علاقة بسوق هتيجي وتحطها كده وتكرية الكامبين هتكرية الكامبين بخمس تلاف جنيه في اليوم هيجيبولك ألف دولار في اليوم هيجيبولك حجم مبيعات ألف دولار في اليوم لو انت هتدفع خمس تلاف جنيه في اليوم هيجيبولك ألف دولار في اليوم مش مصدقني مش مصدقني وعشان تتعلم توصل للمرحلة دي حضرتك هتدفع رقم صوير جرب بخمسمائة جنيه في اليوم اللي انت هتعمله على الفيسبوك وعلى فكرة مفوش بقى ولا هتخش تشتري الناس هي فهمة وهتخش تشتري الوحدة لان انت استهدافك دلوقتي لناس بتدور على سوق لكن في الفيسبوك حضرتك انت اللي بتدور على الناس اللي عايزة تشتري منتجات عشان كده هرب تشتري لهم بتشتري لهم ودي طريقة فشلة ومحدش هيقولك على الصح تمام ما تخليش الكلمة برو تخلي الكلمة سبسيفك يعني الكلمة دايقة اللي هي مكتوبة هتلاقي بين كوسين ما هتطلقها كوسين تمام بعد ما حرج بتنقي الكلمات دي بتكرية الكمبين عادي جدا وبتجرب جرب الاول يا عم بميت جنيه في اليوم شوف الميت جنيه في اليوم هيجب لك كام دولار ومن الطريقة دي اعمل كده انا لا استسل الميعلن وشوف حل الاعلانك كويس جدا وشوف ايه اللي بيصرف معك وتاع مين والتي مو يصرف معك فلوس كتير ولي مبصرف معك ايام المنافسة الاعلان بيدفع علي كده ايه ما بيدفعش عليه قده ايه دي طريقة دي طريقة دي طريقة دي طريقة حقيقية ما حدش قالها قبل كدا واللي عارفنها قولي ليه الي عارفنها قولي ليه هو بخليك تشتغل فيسبوك وتشتغل حاجات من تحت من على الوش كده. الطريقة التانية بقى لو حارك عايزوا بيزنس ناجح وقوي. هتشتغل اسيو على موقع افليات. هتجيب حد كونتنت كرييتر كويس. حد كابي رايتر كويس. حد هيكتب لك مقالات وبيعرف يعمل ريفيوهات كويس. ويكتب عنوين كويسة. طيب وحدد سعر النقرة ازاي? حضرك قبل ما تسألني في حاجة زي كده ادخل لعمل وشوف. مش هتعرف تحدد الكلام ده. وعلى فكرة يعني هو كده بيطلع لك الكلام ده واجاباته. لكن ادخل وشوفه. ادخل وشوف الكلام ده. ادخل ليه عمل مش كل حاجة يا جماعة تتقال. مش كل حاجة هتلاقيها. لازم انت ليه عايز تقعد مكانك ويجي لك كل حاجة? هسيب الفيديو ان شاء الله هحطه على قناة اليوتيوب. طب الطريقة التانية بقى هتجيب حد مطارف جدا. لو انت عايز تصرف شوية وبعندك بزنس قوي. وتشتغل بقى مش على سوق بس. انت هتشتغل على كل افليات على كل الكلام ده. على سوق على جومي على كي دابلي وفايندر نفسها على 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 على. تمام? وهتشتغل اسي او. هتغبط عصفرين بحضر. وهتشتغل جوجل ده بزنس. انت تقدر تكسب منه فلوس بجد. فايندر كي دابلي فايندر معلش محمود محمود انت شايف محمود معي على محمود يا سالم. اكتبها له معلش عشان التليفون مش عارف اكتب مش عارف اكتب كومنت. اكتب كي دابلي فايندر محمود. لا الاندنج بيتج دي ما بيتبقاش يا احمد. الاندنج بيتج دي حاجة فيها صور معينة ما بتشتتش الزاير خالص وفيها كل تو اكشن واحد بس. الزاير المفروض لما يدوس عليه يروح على الموقع او على المنتج نفسه. لو انت هتعمل كزا دي طريقة. جربوها جماعة ولو انا كذاب تعال اقول انت كدهت. تعال اقول لي انت كدهت. لكنها مش هطلع واقولك هتلي التليفون واعمل كزا كزا كزا. ماشي تمام تسلم يا عرف العزيز. طيب. تعال بقى للطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها عن الطريق الاسي او دي طريقة اقوى. ليه بقى? لان انت هتصرف في موقع قوي والسيم قوي. وهتصرف حاجات تكنيكال على الاسي او. فبعد اذنك عايز تعرف الكلام ده. ادخل يعرف يعني ايه اسي او. عندي على القناة في دورة او كورس عن الاسي او اقسم بالله ما هتلاقوا حد شرحه. وعلى فكرة مش انا اللي شرح. والله ما انا. انا احطه على القناة. والله ما هتلاقوا الكورس ده موجود في حتة. وللأسف للأسف للأسف. الكورس واخد تمن تلاف اقل من عشر تلاف فيوز. ويكون احمد وزينب بينزلوا فيديو يطلع لهم مليون ونص يعني انا اقولولي اعمل ايه. الواحد يزعل ولا ما زعلش. يزعل ولا ما يزعلش. فهتلاقوا الكورس مجاني على القناة. مجاني على القناة. تمام? كورس مجاني على قناة اليوتيوب. ايه كتب كده على اليوتيوب دورة دورة سيو ستجدني أول واحد في هذا القناة سمعها على اسم الجروب يا جماعة وعلى اسم الموقع ايه ماركتنج لابوس تمام القناة سمعها ايه ماركتنج لابوس خشوا ستجد فيديوهات أقسم بالله والله بدهب بدهب وحقيقية ما فيهاش هزي ما فيهاش ما بطلعش لحده وقال له انت هتكسب مليون ألف جنيه دلوقتي ولا مليون جنيه تمام فافهموا الكلام ده جوجل ادورد هتشتغل بيه على سوق او جوميا تمام كي دابليو فايندر ده جماعة انا عايز اقول لك البيعة الواحدة انت هتكسب فيها خمستاشر دولار كي دابليو فايندر انت لو اشتغلت افليات عليه هتكسب في البيعة دي خمستاشر دولار ومع انا واحد هنا على الفيديو على 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 بيشوف معنا البتاع لو انا كدهب يقول لي انت كدهب من بيع واحد تدحك ماشي يا محمود فالكلام ده الحقيقي يا جماعة ده الكلام الحقيقي ايه القناة اسمها ايه ماركتنج لوفرز اكتب كده على اليوتيوب دورة سيو او دورة سيو مجانية هتلاقي ايه ماركتنج لوفرز تمام وهتلاقي ازاي تكسب من سوق دتكم فدي طريقة عايز تشتغل بقى بطريقة مور بروفاشنال ادسنس او ادسنس العادي تمام ادسنس العادي ده هتعمل ايه هتكتق هتنشئ موقع الموقع ده معلش بقى ما خلي بالك دي درجات يعني انا عشان اقول لك تنشئ موقع يبقى انت حضراتك لازم تقدر توصل لمرحلة ان انت تعمل موقع كويس موقع كويس يعني فيه كل حاجة يقدر اليوزر يحبها سيم كويس وخفيف كويسة حاطت مقالات حصرية ومقالات فيها تقدم للناس انا قدر استفيد منها انت كده تحس وانت بتقرأ ان انت مش عايز تطلع برا الموقع انت نفسك صاحب للموقع تمام فتخش وتعمل الكلام ده لو قدرت تعمل الكلام ده اقسم لك بالله اقسم لك بالله هتقدر تشتغل وانت حط رجل على رجل وانت حط رجل على رجل هتنقق نيتش كويس وتدور كده وانت بكده بلو فايندر ده هتقدر تدور هتعرف الكلمة سعرها كان في النيتش اللي انت عاستتتغل بيه ونقق المحتوى الاجنبي واصرف فلوس عشان تكسب فلوس مفيش حد هيكسب فلوس بجنيه يعني انت مش هتدفع جنيه عشان تكسب مليون جنيه ومش هينفع تدفعش ولا مليم هتفضل قاعد زي ما انت كده لو انت مدفعتش فلوس عشان تكسب من الانترنت اقسم بالله ما هتعمل حاجة في حياتك وروح دور على شغلانة بتدفع فلوس وبتدفع وقت بس في النهاية بيجي لك حاجة بقى اسمها بس في انجل بتبقى انت انكم انت بتبقى عالتراك خلاص عالتراك دي جاية من فين جاية من تجارب بقى فشل ونجاح وويويويويويويوي فنزعل لما لاقي ان في مواضيع تفهى واحد كاتب انا هكسبك خمسمائة دولار مش عارف ايه وفي الاخر مش شرح اي حاجة وعلي مليون فيو مليون فيو الكورس بتاع الاجدارة تلسيو اللي موجودة على اليوتيوب تمانية وعشرين حلقة تمانية وعشرين حلقة اخر حلقة فيها الف واحد بس اللي تفرج عليه جايبة الف فيو والاولانية اقل من عشر تلاف فين الاستمرارية هنا مهانة ايس ازاي ايس ازاي ان انت راجل وتيجي تسألني يعني بعد ما تتفرج عليها مش قادر تكمن انت عايز بمعلومة تجي لك وانت على حجرة كده طب ايه السؤال يا احمد اطاها بالله عليك سيب الفيديو على الجروب علشان انا بس ايه السؤال يا احمد انا ارد عليك تمام فعشان نبدأ نشتغل كويس هتلاقي على القناة والله انا ما قاعد بضعي للقناة واقسم بالله ما قاعد بضعي لكم بس انا هقول لكم بقى على القناة هتلاقوا ايه هتلاقوا كورس بلوجر كورس بلوجر ده حضرتك هيعلمك ازاي تعمل اا موقع من بلوجر وازاي لو هو الموقع ده او السيم ده انجليزي ازاي تعرف تعربه وانت قاعد في بيتكو في ساعة او في اقل من ساعة واقسم بالله الكورس كله اقل من ساعة كورس الاسيو هتتعلم ازاي تشتغل اسيو كورس النت هتعرف تشتغل تكسب فلوس ازاي وانت قاعد بخطوات صح بخطوات صح مخطوات صح ليبيرا اتباع انحساف بدس! من الخطوات ترجع ن אيب اقترد step اقلب الى مدة الفيديو سأقوم بتبعت got two posts ان انا فari اعلم ان انا اعلم ان تكلم عن الربح من الانترنت وكتبت تavinacje guys او الطريقة عادية Cyril اور comuns وعش اقلب 어떠ان الflix عارف كده في ناس يعني ناس اقسم بالله العظيم هوايتها تصدير الطاقة السلبية هوايتها توقعك زي ما تلاقي كده فيديو على اليوتيوب جامل جدا وتلاقي اتنين تلاتة ولا عشر عاملين ديسلايك ليه ديسلايك يا منفسه ليه وبيدي الرجل فيه value جامدة جدا برضه تطلع تقول بوست تلاقي واحد بيقولك يا عم مش هنقصى هاري هاري ايه انا طالع عزر معك ولا انا هلاقي وقتي عشان اطلع عزر معك تمام فعندك الطرق اهي بصوا يا جماعة ان شاء الله باذن واحد احد باذن الله هنزل على قناة اليوتيوب تمام هنزل على قناة اليوتيوب كسستادي حقيقية ازاي تقدر كده ان انت تحط فلوس في سوق معينة يجي لك فلوس يجي لك في الرقم اللي انا بقولك هيجي لك الالف دولار في اليوم طبعا انت مش تاخد الالف دولار دولار في نفس اليوم انت هسوق بي يعني هسوق اول مرة لو هتشتغل هي هيقضت بعد ستين يوم بعد كده مع الاستمرار هتلاقي نفسك كل شهر بتقبط فلوس كل شهر بتقبط فلوس القناة اسمها ايه ماركتنج لوفرز طيب هقول تاني عشان تكسب فلوس من الانترنت هتشتغل بالطريقة اللي انا بقول عليه هتجيب حاجة اسمها تول اسمها كده بليو فايندر بالطول دي هتجيب لك الكلمات في اي نيتش انت عايزه بحاجات كدير جدا اكتب كده كده بليو فايندر وخش شوفها خش شوفها دي فيها دي ادخل كده وشوف بالروح ومعاهم هتعمل لاندنج بيج هتشتري لها دومين هتشتري لها دومين وتنقي اسم الدومين على الاندنج بيج اللي انت هتركبها دي يكون الاسم حلو اسم ليه علاقة بالاوفرز انت دلوقتي انا بتكلم على افليات سوق او جوميال فانت هتجيب بست اوفرز هتدور على الدومين اللي يجيب الكلام ده وابعد عن كلمة سوق علشان يبقى ليجل وبعدين حضرتك هتروح لكده بليو فايندر بعد ما تصمم الكلام ده والله انا ما عارف اكتب الموبايل مش عارف اكتب الكومنت فيين يعني طب يا جماعة القناة انا اقول لكم فيين القناة انا احط دلوقتي في كومنت لينك القناة لا ما عليش يغزروني بقى ما عليش يغزروني بقى ده لينك القناة فهتلاقي فيها كل اللي انت عايز ان شاء الله اللاندنج بيتج دي حضرتك هتاخدها ما افهاش ريفيوه اللاندنج بيتج دي لاندنج بيتج تصميم لصفحة اسمع صفحة هبوط الصفحة دي فيها كم صورة لها علاقة بالمنتجات اللي موجودة على سوق تمام وفيها تاب اللي هو اشتري الان هيدوس عليه يروح رايح على المنتج او رايح على الويب سايت كانترفيس تمام ويشوف منتجه ويشتريه الفرق بين الاتنين ايه بين ان انت تشتغل سوق على فيس او سوق على جوجل اولا اعلانات الفيسبوك حضرتك اللي بتدور على الراجل اللي هيشتريه ويشتريه ما اشتريه وهتلاقي نسبة مرتجعات بالهبل لكن جوجل هو اللي بيدور عليك هو اللي بيدور عليك عشان هنا خلي بالك بقى السر كله في الاندينج بيج تكون بسيطة وما تشتتش الزاير وبس معايا تكون بسيطة وما تشتتش الزاير وبس الحاضر هو اللينك اللينك مش عارف هو نزل ولا ايه اللينك ما تحطش ليه مش عارف انا مش عارف اللينك ما تحطش ليه بسم الله ايوه اعمل له بينه والله حتى من هنا ما عارف اعملت بينه والله هنا من حتى ما عارف اعمل بينه معلش بس انا حطته مرتينة وحاول له ايه تضيبوه تمام فاعلانات جوجل ادورد هم اللي بيدورها عليك تفهم مش هتلاقي مرتجعات مش هتلاقي نفسك بتفتح حسابات وتشتغل مش هتلاقي حاجات كتير جدا مش هتلاقي نفسك بترد على رسائل وهري بس هتدفع فلوس هتدفع خمس تلاف جنيه هتكسب بيهم ستتاشر الف جنيه ونص هتدفع خمس تلاف جنيه هتكسب ستتاشر الف هتكسب الالف دولار اللي انا بقولك عليها مش مصدقني جرب ادفع ميت جنيه في اعلان بس ميت جنيه مش هتعمل معك حاجة ادفع خمسمة جنيه في اعلان على جوجل ادورد شغلوا لمدة يوم و بس حط لو سمحت كي ورد صح كلمات صح هتجبها من كده بلي وفايندر وشوف الميت جنيه الاخ الخمسمة جنيه جابولك كم بالدولار جابولك كم بالدولار بس الكي ورد في بلي وفايندر اسمها كي دابلي وفايندر انا هكتبها لكم سواين يا جماعة هتديكم اللينك بتاع كي دابلي وفايندر سوايني الاداة دي اداة كينز البيدنج والاكاونت هيتقفل من اول عام ويقول لحضراتك تقصب حاجة ثانية مش فايندر ليه الاكاونت هيتقفل لما حضراتك تشتغل بدومين لاندنج بيج على سوق يتقفل ليه الاكاونت محتاج ردك لو سمحت انا نفسي بشتغل كده لا تفليش اكاونت هيتقفل سوايني كما هجب لكم هجب لكم هجب لكم الاداة هجب لكم هجب لكم هجب لكم هجب لكم ما بشتغلش تشرف يا جماعة هجب لكم طب انا المثال دلوقتي هتديه ازاي اقول ليه هتديك المثال ازاي مثال على كي دابلي وفيندر ازاي اكتب سوق ادخل على كي دابلي وفيندر وكتب سوق او سوق دوت كوم هتكل الكلمات الريليتت بيه وحطها وحطها زي ما انا قلت لك specific حطها كلمة تكون مطبقتها تمة كلمة تكون مطبقتها تمة اصبح انا اريد ان اضجيكم المثال استغفال الله عظيمة رب انت اشتركوا 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 هتديكو اللينك حالا هحطلك اللينك هه حالا لكده بلاي فاينتر حطيت اللينك بص هقولك هقولك تجيب المنافسين ازاي معالك ادخل على جوجل وكتب سوق ما تكتبش سوق دوتكم اكتب سوق بالعربي ودوس انتر حضرتك هتطلع لك ايه اعلانات اعلانات دي هتلاقي في منهم اتنين لسوق مثلا وهتلاقي في ناس عاملة اللي انا بقول لك عليه ادخل شوف شكل اللينك بيديو بتاعت وعملة ساي استنى بقى انا عايزة روت انت كاتب اربح الف دولار يوميا على اي اساس انت لو معايا من الاول فيديو ياحمد هتعرف انا قلت على اي اساس انا عايزة روت على الكومنس طيب احمد معلش يعني في حد كاتب لي هنا كومنت انت كاتب اربح الف دولار يوميا على اي اساس انا مش فاهمك لا هو انا مش شرط ابعت لك لاندينج ويدج انا اشتغلت عليها انا بقول لك دور انت وشوف دور وشوف وابتكر كده فكر طنبي يا جماعة حد يرد على احمد كمال يعني انا اما قامت احمد بقى رد فين اثبات الدفع اثبات الدفع طيب انا قلت دلوقتي ان انا ان شاء الله بازن الله هنزلك على اليوتيوب مش اثبات دفع انا هعمل الكامبين قدامك تمام على اليوتيوب في فيديو وهوريك فين النتيجة طالعة ازاي مش محتاج ان انا هوريك اثبات الدفع على فكرة عايز تسمع كلامي اتفضل مش عايز تسمع كلامي اهلا وسهلا نسمع كلامي حد تاني انا مش 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 اخد منك فلوس عشان اقول لك المعلومات دي يعني ولا طرع بهري عليك يعني تمام اه نصيحة بقى للناس يا جماعة كلها عشان انا مش عايز اطول طيب انت كاتب على اي اساس تاني احمد كمال جديد على البس طيب اجيب مشاهدات على ايه يا احمد يا كمال حرك لو الكلام انت لسه داخل دلوقتي حالا يبقى حضرتك تستنى الفيديو هسيبه اللايف هسيبه على الفيسبوك لكن بلاش الكلام ده والنبي انا ما بحبش الكلام اللي فيه احباط ده ما بحبوش بدون اي حاجة ما تعرف اي حاجة داخل بتقول اي كلامه بس الفيديو ان شاء الله موجود يا جماعة والنبي بعد اذنكم كل الناس اللي بتشتغل على الانترنت خلي بالكم من حاجتين اقسم لكم بالله ما تخليش بالك من المنافس عمره ما هيضرك اقسم لك بس خلي بالك من اللي بيشدك لورا اللي تحت لورا وعنده نظرية المؤامرة يعني فاكر متخيل ان انا بجيب فيوز دلوقتي عشان بس محدش يجي اي شتتنا اه فاتمنى جماعة من انتو تاخدوا الكلام اه لا ما انا خلاص انا عملت له لك وفي ناس كده ممكن اكون عارف فقوة مين ايه ده لو مش اللي في دماغي ايه بس هو في ناس والله يقسم لكم بالله خلي بالكوا جدا الناس كلها مش بتحب الخير لبعض في واحد بيدخل عليك يقولك طب بالعقل كده يا جماعة 89 واحد دلوقتي موجودين انا هاخد منكم فيوز ليه يعني ايه المكسب المادي اللي هيعود لي في الفيوز دي ايه المكسب المعناوي انا اسف اللي هيعود لي الناس كلها عارفة انا بشتغل ايه وبقبط كان مرتب ولما بشتغل باخد بروجيكت باخد فيه كان وانا اصلا بتعيسي ايه انا طالع اقول لك الكلام دا ناس كتير اهي موجودة معايا وعرفاني شخصية وصحابي موجودين هنا يردوا بدالي هكسب منك ايه مش محتاجة هكسب منك حاجة انا حتطلق بقولك والله القناة على اليوتيوب فيها والله كورس ما هتلاقيه اقسم بالله ما هتلاقيه 28 حلقة اتفرج عليه للاخر هتبقى معلم اسيو بس اطلع جرب بقى بيدك اطلع جرب بيدك واشتغل اطلع جرب بيدك واشتغل كل الناس وكل الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب هيقولك تكسب من سوق ازاي في الافليات وعمره ما هيقولك اكسب بالطريقة اللي انا قلتها لك النهارة والله واه اتحدى اتحدى يقولك ازاي الناس اللي محتاجة تعرف المصدقية وتفهم الكلام دا جماعة ما بقولكش اكسب ادفع خمس تلاف جنيه في اليوم للاعلانات جوجل عشان ما عليش الراجل اللي بقول فين المصدقية ومش هيدينا انا الخمس تلاف واسمها ادفع لجوجل خمسمائة جنيه بس بحي بخمسمائة جنيه واشوف في اخر اليوم الاعلان هيجي لك ازاي العائد بتاعك في سوقها هيبقى عمل ازاي الرابط موجود يسارى في الكومنس دوري عليه في الكومنس فوق معلش انا مش عارف عمله بيني مش عارف عمله كده فدي الطريقة ان شاء الله باذن الله يعني عشان ما طولش عليكم ما نخشش في خنام عم الناس اللي داخلة كبه باذن الله هنزل الفيديو بشرحه ككس استادي بقى حياة على القناة بتاعت اليوتيوب باذن الله مش ممكن هبقى اشوف اللينك ده وارد عليك يا علي مش هقدر افتحه دلوقتي على اللايف باذن الله هنزل الكلام ده ازاي تعمله وزاي ما نزلت الدورة بتاع بلوجر ازاي تعرب السين في اربع دقائق او خمس دقائق الناس برضو قالت لي اه مش عارف ايه وادخل شوفه ادخل شوفه هتعرف تعرب ازاي السين تمام ولكن هذا الكلام منها شغال مع جميعا الأول كان الدنيا بايزة خالص وحاجات فلوس بتروح ومش عارف لينكات بتعلق والكلام ده دلوقتي مفيش الكلام ده خلص والله لو انت يا حاتم اليوتيوب ده اشغلانة لو انت تقدر وعندك الموهبة ان انت تبقى راجل يوتيوبر كويس اشتغل عندك الاجهزة وعندك الكاريزمة ان انت تطلع بها تشتغل اشتغل مفيش لكل مكتل المصيب هتشتغل واتقسف اتمنى ان الناس تكون فهمت وعشان انا اسف ان انا يا احمد او الناس كلها اللي معي انا بتقسف ان انا كنت متنرفس بس والله العظيم انا متنرفس بسبب حاجتين ان انا في اول الكمنت خلص يعني في اول البوست خلص لما عملته النهاردة بقول ان انا هتكلم لقيت ناس داخلها بتعلق تعليق بايف بايف يعني اقلم حاجة تاخد عليه بايف ولما تخش عنده تشوفه يعني ليه بيعمل كده فبيعلق عليك تعليق اللي هو هابد وهري ومش عرف ايه فبيخلي الواحد يتقفل تلاقي انت بتقدم فاليو معينة في حتة معينة حبيب من هو احمد سلامة وحشني والله يعني بتقدم فاليو معين والناس كلها تحس ان في بقى ايه مليون واحد بيدور على المعلومة ابو ضيف يعني انا انت وحشني انا شايفك ساكت ووايف كده بس وحشني ابو ضيف فتلاقي الدنيا عاملة ازاي ناس كتير بتسأل ولما تحط المحتوى ده بفاليو كويسة وسهلة وبلغة كويسة الناس كلها تفهمها تلاقيه جايب فيوهات هبلة وفي النهاية تلاقيه تفاها جايبة مليون فيوه والاتنين مليون فيوه والكلام ده فاهم هقولك ليه واتعب طبعا تطبق الاستراتيجية دي عادي دي حاجة ليه يجب اقرأ 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 سياسة جميا قبل ما تشتغل وسياسة سوق قبل ما تشتغل هتلاقي الكلام ده هتلاقي الكلام ده مزسوط طيب اتمنى ان الفيديو يكون عشان ما اطولش عليك poquito ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله عايز اطميمكم كلكم الجروم ان شاء الله ما بيostaقلش فيه الناس حقيقية حصلة حقيقية حصلت سواء مني او من الناس اعرفهم ما بنطلعش نهري على حد بالعكس انا طالع بقول يا جماعة ما تجروش وراء الوهم ما تضيعوش وقتكو وقبل ما تفكروا يعني قبل ما تجري وراء حد فكر انت هتدفع فلوس عشان تكسب فلوس اقسم بالله ما فيش حاجة اسمها يعني انا شفت فيديو تاني هعيد تاني معلش فيديو والله على اليوتيوب اربع خمسمائة دولار من تليفونك ولا حاجة ولا حاجة قول لي ازاي وعملت ايه يا عم ما تورينيش اثبات الدفع قول لي ازاي وعملت ايه وكسبتهم فادي على فكرة الناس اللي بتسأل اثبات الدفع انا ممكن مش هطلع لك اثبات الدفع ليه هطلعه لك انا طالع بقولك معلومة اصلا المعلومة دي اصلا عشان اقولها لك بس تضرني انا هقول لكم على اثنين تتابعوهم مش بقول لكم تابعوهن انا والله اكسم بالله الناس المبتدئة وهاقولها حاجة لله حاجة لله في اثنين لو انت عايز تفهم يعني ايه مكسب مكسب من الانترنت اثنين تابعوهم الباقي مخترمين وفوق دماغي طب بس ده للناس المبتدئة هتلاقوا واحد اسمه عبد الرحيم الياز الراجل ده يا مغربي يا تونسي والمدونة بتاعته او الموقع بتاعته علوم وتقنيات والله لله وهو ولا يعرفني ولا انا يعني ما فيش بيننا اي حاجة والله اكسم بالله ولا يعرفني ادخل وشوف الراجل ده بيقول ايه والكورسات اللي حاطتها اكسم بالله داسنا داسنا وبيقولها الراجل ما شاء الله ده واحد اثنين هتلاقي واحد اسمه الياز برو الياز برو بيتكلم يعني الكور بتاعه انه هو بيشتغل في الربح ازاي تربح بس خلي بالك في شوية طرق هتنسبك وفي شوية طرق مش هينفع تعملك تمام اه القناة اسمها ايه ماركتنج لوفرز الدورة لو كتبت كده على يوتيوب دورة سيو هيطلع لك رقم واحد دورة سيو مجانية هتطلع رقم واحد تمام اه اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما يكونش الدنيا بالنسبة لكم فيك اه اه بالزبط الياز مش الياز 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 الاتنين دولة تبعو مالمع والله لله ولا حد فيهم يعرفني تمام بس انا بقول لكم على حاجة والله هتستفيدوا بجد اقسم بالله اه اه اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون كويس اه نحتاج بقى تشجيعاتكم كده لان انا اليومين دولت باذن الله اه ناوي ان انا اه يعني ازود بقى في موضوع الفيديوهات دوت اه وان شاء الله هتلاقوا على اليوتيوب بإذن الله بالزبط كده يا اشرف هو ده اه هتلاقوا ان شاء الله على اليوتيوب شوية اه 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 اكيد طبعا طبعا يا سيما وان شاء الله بإذن الله انا واركز بقى اليوتيوب والكلام ده من بعد الحركة الوالطية اللي حصلت معايا وفنصب عليها وبتاعك والناس اللي قالت طبعا يعني انا عايز اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي في الموضوع دوت بس خلي بالك والله العظيم انا هقولها لكم حاجة انا عندي واحد واربعين سنة والله اكسم بالله يمكن بكون بزع لان شباب صغير بيفتكروني ان انا صغير في السن شوية فبكلامهم للأسف الجيل الجديد انا ايسف في ناس كلامها مش لطيف زمن والله الواحد كان مدرس وقوم معلّب بتاعه بيتمنى يترعب كده رميوفق ده ما بقولش حد يترعب من حد بس حتى على اقل خلي الألفاز كويس ده واحد اتنين اه اه يعني اتمنى اتمنى اه ان احنا نبقى عندنا كده روح حلوة نساعد بعض بجد ساعد بعض بجد والله اكسم بالله هتكسب زكاة العلم اه اه تبليغو فيما معنى يعني طيب اتمنى ان انتو ان شاء الله تكونوا كده استفدتو وان انا مطولشش عليكم اه وان انا كون قدمتلكو ذاليو كويسة ان شاء الله باذن الله انا ده مش اعلام برضو على حاجة فيه اه اه اورب شوب هعملها ان شاء الله باذن الله يوم السابت الجاي على الاف اه 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 اي اه وربنا ان شاء الله بإذن الله يوفقني كده دايما ويساعدني ان انا اقدر ان انا اساعدكم شكرا بكم واسف على التطويل وتصبح على خير السلام عليكم